مكن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة ولم يقل الصلاة الإسلام يريد أن يكون إقام الصلاة إذن أما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إقام الصلاة نعم حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها واركانها واجباتها ومكملات السنن ولا تأتي بمبطل مبطلات الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة صحيحة إذن الله رسول صلى الله عليه وسلم تقول إقام الصلاة إذن جاتا كره نماز كأمي إبنگ أفني آدائي كوري جبابي تيني آدائي كورتي بوليشين نماز جب ركون رويشه تار شروط رويشه تار واجب سمه رويشه سنات سمه رويشه إذن الله جثارت بحابي أمرا آدائي كوري نمازك بتشتاكوري قد يصلي بعض الناس بدون وضوء أو لا يقرأ الفاتحة يقول أنا صليت نقول قد تقول هذا أن هذه صلاة لكن لم تقيم الصلاة فهذا معنا أن هذا الفعل باطل ولا تقبل هذه الصلاة تنقشم الصلاة إلى قشمه فريضة ونافر لابد أن تؤد هذه الصلاة المفروضة الخمس والجمعة في الجماعة على الرجال البالغين نعم لا تخلف عن الجماعة إلا منافقنا صلاة و السلام ظاهر النفاق والله أعلم كأنونا جماعة أتر ست نماز نماز بوضعا لم يكن في الجماعة المنفق بأتعت عن كيف لم يكن في الجماعة وأسوات أن concOP كانت بالنفاق من الأسوات بجاؤتنا لابد أن نماز بوضعا ستران مجھئة مجھئة نماز بوضعا واللغين مجذور مجذور المنفق صفات المنفق باطن مجذور امدر كدنو ايه ناماز كيه جمعات بدبابي عدائي قراطوفيق دان كورين آمين